في مدينة نارون الإسبانية ينكب آلاف الأشخاص على ممارسة الرياضة مع حثف اللحوم المقددة والأطباق المقلية من طعامهم إذ إن هذه المدينة تعهدت خسارة 100 ألف كيلوغرام من وزن سكانها الإجمالي تحدي سيعزز الأحوال الصحية في المدينة ويخفف المصاريف الصحية التي تسببها الأمراض الناتجة عن البدانة واتباع نظام صحي سيء وفق حساباتنا إن استمر هذا الأمر بمشاركة 6 ألاف شخص سنويا سنوفر ما بين مليون و800 ألف يورو ومليونين وأربعمائة ألف سنويا هذا الطبيب هو أحد القائمين الرئيسيين على برنامج للصحة العامة أطلق في كانون الثاني يناير في منطقة جاليثيا المعروفة بأطباقها اللذيذة والدسمة بغالبيتها والتي تستحوذ على أعلى نسبة من أصحاب الوزن الزائد في إسبانيا ويتلقى الأطفال كذلك التوعية في مؤسسة تربوية تجربية حيث لدى التلامذة فرصة القيام بساعة من الأنشطة الجسدية يوميا ويتلقى القريبون من المدرسة تشجيعا على ارتيادها مشيا أو على الدراجة الهوائية